طيب زي ما تكلمنا قبل كده كتير أنا وكريم وتكلمنا عن الإعداد البدني تحديداً للرياضات كمان الفردية والجماعية ومش حاجة أكيد سهلة ومش حاجة بتتم بشكل عشوائي أو مفروض إن هي ما تتمش يعني بشكل عشوائي وهنا بيظهر بقى الدور المهم جداً للمعد البدني مخطط الأحمال في إعداد أي لاعب للبطولات خصوصاً كمان اللي بتتكلم عن لعيبة سنهم لسه صغير فبتبقى فترة كريتيكال أو صعبة جداً هنتكلم في كل التفاصيل دي بس خلينا نرحب في البداية بكابتن عصام علوي مخطط الأحمال والإعداد البدني سواحل هانا مجور منور الدنيا أهلا بيك مرحبا بيوجودك معنا أهلا سلام محبتك خلينا في البداية كده نعرف الناس هو إيه الفرق بين مخطط الأحمال وبين المعد البدني طيب هو الهدف في الموضوع كله بالنسبة لللاعب البطولة أي لاعب بيروح نادي بيبتدي يشارك في أنشطة رياضية هو أهمه الحصول على البطولة طب لو هنتكلم في المعد البدني ومخطط الأحمال هو حاجة مقترنة ببعضيها نقدر نقول إن المعد البدني يقدر يشتغل مخطط أحمال لأن الإعداد البدني عندنا ليه نوعين إعداد بدني عام وإعداد بدني خاص لو أنا اشتغلت على فترة إعداد مع اللعبة أنا عندي عوامل مهمة جدا جدا ببتدي أحطها نصب عيني علشان أكون ماشي على نهج سليم للوصول للبطولة طيب أول شيء الإعداد البدني العام ده في أي رياضة سواء رياضة فردية أو رياضة جماعية اللاعب بييجي في الأول خالص في البدايات بيبقى من المفترض إن أنا أهله إنه يبقى عنده قدرة على ممارسة النشاط قدرة على ممارسة الحركة وبشوف طبعا إيه نوع اللعبة اللي أنا هشتغل عليها يعني لعبة عن لعبة أكيد فيه فروق الألعاب الفردية ليها فروق عن الألعاب الجماعية الألعاب القتالية ليها فروق عن الألعاب الغير القتالية طيب أنا باعتبر إن أهم عنصر في الجهاز الإداري أو الجهاز الفني هو مخطط الأحمال أو المعد البدني اللي هو أنا قلت من شوية مقترن ببعض أو مقترن بشغل بعض بشكل كبير جدا 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 إن المعد البدني ممكن يعمل كمخطط الأحمال لكن واضح من كلامك إن العكس مش صحيح لو أنا قلت إن مخطط الأحمال يعمل إعداد بدني والله هو ممكن يكون صح لكن دور الإعداد البدني يتمثل في المدرب العام المدرب يعني أنا كمدرب مثلا بشتغل على فريق سواء رياضة جماعية أو رياضة فردية خلاص أنا لازم يكون عندي الملكة إن أنا أعمل إعداد بدني عام جزء الإعداد البدني الخاص اللي حضرتك ممكن تكون نقرب المسافات فيه أو نقرب وجهة النظر بالنسبة لمخطط الأحمال والمعد البدني الخاص أو أنا آه المعد البدني الخاص هو شبيه جدا جدا بنفس الوظائف بتاعة مخطط الحمل لأن أنا دخلت إعداد بدني خاص يبقى أنا عارف قدرات اللاعب أو قدرات اللاعبة اللي قدامي في الفريق إيه اللي أنا هقدر أشتغل عليه إيه اللي أنا هقدر أوصل فيه للبطولة اللي هي الهدف بتاعي لأن أهم شيء هو البطولة إحنا بنربي أبنائنا أو بنعلمهم في المدارس لما يكون حد يشترك في اللعبة كل طموح البيرنس أو الأولياء والأمور أو المدرب حتى أنه يوصلوا للبطولة طيب أنا قلت من شوية أن أهم عنصر هو مخطط الحمل أو المعد البدني الخاص اللي هو هيأهلني لأن أنا أخوض البطولة بشكل قوي لأن النهاردة على مستوى الرياضات كلها سواء فردية أو جماعية لو بصينا لتقنين الحمل أو مسببات كسب البطولات بص حضرتك على مخطط الأحمال هتلاقيه عامل كبير جدا جدا في نجاح التيم أو نجاح اللاعب